أفاد مرسلنا في اليمن بمقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات بجروح في اجتباكات وصفت بأنها الأعنف بين الحوثيين والقوات الموالية لرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في جبل هيلان الاستراتيجي غرب محافظة مأرب شرقية البلاد وأشار المراسل نقلاً عن مصادر ميدانية إلى أن الاجتباكات ما تزال مستمرة بين الطرفين حتى الآن وتكمن أهمية جبل هيلان من خلال موقعه المطلع على خطي إمباد جماعة الحوثي وصالح في منطقة صارواح غرباً وجبهة لمخدرة شمال غرب محافظة مأرب لذا تمهد السيطرة على هذا الجبل الطريق أمام السيطرة على مدرية صارواح غرب المحافظة